بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله اليوم راح نتكلم عن اهمية الماء داخل المركبات الكيميائية طبعا واحد يعتبر مكون اساسي لكل اجساء الجسم فوازن الجسم يحتوي تقريبا على 60% الى 70% منه ماء كما يدخل الماء بنسبة 99% في اللعاب والعصير المعدي بنسبة تقريبا 95% تقريبا في بلازمة الدم اثنين اهمية الماء في العامل الرئيسي المسبب للايونات ومرونة الجسم ثلاثة سعة الماء الحرارية عالية لان حرارتها النوعية عالية لذلك فهو لها القدرة عالية جدا على امتصاص الحرارة الناتجة من التفاعلات الكيميائية اربعة الماء واسط مشتت للمحالي الغراوية كما انه مادة مذيبة للايونات المعدنية ولها توتر سطحي مرتفع كما انه ضروري ايضا لكل التفاعلات البيو كيميائية بالجسم خامسة يساعد على ثبات النسبي لدرجة الحرارة الجسم وخاصة في الكائنات الحية ذوات الدم الحار الانسان والحيوان عن طريق عمله كملطف للحرارة في درجة الحرارة العالية حيث يعرق الانسان لتلطيف درجة الحرارة التي في جسمه ستة يذيب المواد الضارة او الزائدة ويطردها خارج الجسم في اثناء التعرق او البول كما يسهل خروج البراز في صورة لينة لا تظر القناة الهضمية سبعة يذيب معظم المواد القذائية والجزئيات العضوية الصغيرة كما يساعد على عمليات التحليل المائي للمواد القذائية الى وحداتها الاساسية وايضا يقوم بالعملية العكسية وهي اتحاد مادتين عن طريق فقد الماء لتكوين المركبات العضوية في الجسم ثمانية هو الوسط الذي تتم فيه كل التفاعلات الانزيمية هذه اهميات الماء في المواد الكيميائية العضوية والغير العضوية في الجسم وخارج الجسم الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي ان شاء الله نشوفكم في درس لاحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة